إن لله من إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الدكتور صالح السمرائي أحد العراقيين الأفاضل الذين ذهبوا قديما إلى اليابان وكانوا أحد أهم الدعات إلى الله في اليابان وظل سنوات طويلة في هذه البلد الكريم ومارس جهودا دعوية ومهمة عظيمة وبناءة وقد سبقه من قبل أحد الأزهريين إلى اليابان فما قصة الأزهري الذي ذهب إلى اليابان وقصة يعني الداعية الجليل صالح السمرائي رحمه الله الذي بذل جهودا كبيرة ومهمة في هذا البلد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى نسأل الله أن يتقبل في الصالحين هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور صالح السمرائي ودكتور صالح السمرائي عالم عراقي دعية معروف ظل سنوات طويلة في اليابان واختلط على الناس حينما كتب الاسم أن المتوفى هو الدكتور صالح السمرائي صاحب يعني الكتابات المهمة عن بلاغة القرآن والقرآن الكريم والبرامج المهمة التي تقف عند عظمة وبلاغة الأسلوب القرآني الرجل يعني فاضل حي يرزق رسول الله عز وجل أن يطيل في عمره ويحسن في عمله وأنفعنا وياكم بعلمه أما المتوفى هو الدكتور صالح السمرائي دكتور صالح السمرائي عراقي أيضا ذهب قديما إلى اليابان للدكتوراه ثم عاش في اليابان لفترة طويلة وكان يعد من أوائل الذين مارسوا الدعوات إلى الله في اليابان وسبقاه من قبل واحد اسمه الشيخ الجرجاوي يعني أفتكر اسمه علي الجرجاوي الشيخ علي الجرجاوي وذاك الراح في التلاتينات كان سمع أن اليابانيين بيسألوا عن الإسلام وكذا باع يعني قطعة أرض له وذهب إلى هناك وكتبت عنه في هذه الفترة مجلة الإخوان المسلمين مجلة جريدة الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين كان لهم مجلة حسن البن عمل سنة 32 اسمها مجلة جريدة الإخوان يعني مجلة جريدة الإخوان هو كان يتمنى أن يبدأ بها مجلة أسبوعية لينتقل بها إلى جريدة يومية وظل هذا الحلم يروضه إلى سنة 46 في عشر مايو 46 أصدر حسن البن جريدة الإخوان المسلمين اليومية إلى أن حلت جماعة إخوان المسلمين في 8 ديسمبر سنة 1948 المهم نشر في هذه المجلة حسن البن عن الشيخ علي الجرجاوي أن الأزهالي اللي ذهب إلى اليابان هو كان كتب لما راح الرجل كتب استغاثة أن الناس يحتاج دعاء يذهبون إليه في اليابان ليمارس الدعوان هذا المجتمع مجتمع يعني يشجع على ذلك انقطعت هذه الأخبار تماما بعد ذلك لا نعلم ما حدث للشيخ علي الجرجاوي لكن أذكر لما ذهبت للعمل مع الشيخ علي الجرجاوي سنة 98 في هذا العام 98 زارنا الدكتور يعني صالح السمراء الله يرحمه عن المركز الإسلامي في اليابان لأنه كان رتب زيارة للشيخ القرضاوي إلى اليابان والشيخ القرضاوي ذكر تفاصيل الرحل هدية في كتابه ابن القرية والكتاب في الجزء الرابع في الجزء الرابع من مذكرات القرضاوي ابن القرية والكتاب ذكر بعضا من هذه التفاصيل وفي كتابه فتاة معاصرة في الجزء الثالث في الطبعات القادمة الجديدة بقت في الأعمال الكاملة بقت في الجزء السادس يعني فأملت الدكتور صالح الله يرحمه وبعدين لما جات السيرة فقال لي ده نعزل الكلام ده لأنه قال لي أنه فعلا ما راح بحث وسأل وعمل عن علي الجرجاوي قال لي ما نقلتوش أي آثار ولا أي أشياء نرجع لها سمعنا فقط في بعض الأدبيات أنه في حد سمعال الجرجاوي أزهري من مصر من جرجا جهو لكن ما شفناش لا تساب مركز إسلامي ولا مسجد ولا كذا ما يعني المهم جبت له الناصب تعمل مجالة الإخوان ودى طول وقتها يعني ولكن قال لي للأسف لم نجد أي آثار يعني لكن الدكتور صالح ذهب ويعني بعد المدرس وقد أن المجتمع الياباني مجتمع قريب في طباعه الأخلاقية من حيث الشراف والمرأة والأسرة والبيت من العرب المشرقي لكن طبعا في مسألة النشاط والحاجات إحنا لازلنا بيننا وبينهم مسافة في هذه المساحة وبدأ يبحث الرجل ويسعى بقدر استطاعاته وناشئ المركز الإسلامي في طوكيو وكان هو مسؤول هذا المركز وشير قرضاء في كتابه اللي هو فتاة معاصرة في الأعمال الكاملة الجزء السادس والاربعين صفحة ربعمية واثناشر الشيخ بيكلم عن الأثر في اليابان قال منذ نحو قرن من الزمان والكلام يتجدد عن الإسلام في اليابان وقد أشيع في بعض الصحف العربية والهندية أن أهل اليابان يبحثون عن دين يختارونه وأنهم يقيمون مؤتمرا للأديان من أجل ذلك ولم يكن الخبر صحيحا وينشاع في بعض الأوساط وصافر من أجله أحد علماء الأزهر على نفقته الخاصة إلى اليابان والشيخ علي الجرجاوي الذي باع عدة أفدنة من أرضه في الصعيد ليشتري بها تذكرة ليصل إلى اليابان ويبقى هناك عدة أشهر ويؤلف في ذلك كتابا سماه الرحلة إلى اليابان برضو ما شفناش الكتاب ما عرفش راح فيه ربما حد يعطر عليه يعني ومع ذلك لم ينتشر الإسلام في اليابان كما ينبغي وإن دخل فيه آلاف من اليابانيين الفضلاء أنشاء الجمعيات والمراكز الإسلامية ويجتهدون في نشر دينهم أعرف عددا منه من خيرة المسلمين ونسأل الله لهم التوفيق ورأيي أننا سننجح في دعوة اليابانيين إلى الإسلام ده كلمش القرارة لأنك أحب أن ننجح يوم ينشأ دعاة إليه من اليابانيين أنفسهم فهم أولى الناس بمخاطبة قومهم وقبل هذا يجب أن نهيئ دعاة يعيشون بين اليابانيين ويتقنون لغتهم ويتزوجون منهم ممن دخل في الإسلام منهن وقد فعل ذلك المنصرون الذين وصلوا إلى اليابان المهم إن أخانا الدكتور صالح مهدي السام الرائي اللي احنا نكلم عنه الله يرحمه مهتم بأمر الدعوة في اليابان من قديم منذ درس في جامعات اليابان وحصل على درجات الدكتوراه منها وعاش فيها مدة غير قليلة على فترات والآن يدير المركز الإسلامي بطقي وأمله واسع جدا في دخول يابانيين في الإسلام ويقدر عشرات من السنين ليصبح اليابانيون كلهم أو جلهم مسلمين وليس ذلك على الله ببعيد ولكن الأمور لا تدرك بالتمني بل بالعمل والداب والصبر القائم على العلم والتخطيط والتنظيم يقوم بذلك في رجال فقه دينهم وعرفوا عصرهم ودرسوا بيئاتهم ونظروا أنفسهم لله تعالى ولتبليغ دعواته من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه أحدا إلا الله ده كلام مشي القرضاوي عن جهود الدكتور صالح الله رحمه والرجل عاد بعد ذلك إلى السعودية وتوفي بها ودفن في مقبرة المعلة التي دفنت فيها السيدة خديجة وعدد من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم فانتقل إلى رحمة الله ولكن سيظل ذكر وأثر دكتور صالح السمراء رحمه الله موجودا في اليابان وفي البلاد التي ذهب إليها وده درس مهم أن الإنسان إذا ذهب إلى مكان فترك أثرا لا ينساه ولن ينساه الناس بل تبكيه الأرض والسماء موضوع السجود وموضوع الانتقال والحركة بدين الله نصر الله عز وجل أن يجعلنا منهم اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته